جمهور النادي الاهلي في انتظار نسخة الاهلي عشرين اتنين وعشرين نسخة كده اللي هي بتكتسح نسخة بتاخد الاخضر واليابس زي ما بيقولوا خلينا اكلمكم اكتر عن شكل الاهلي ومصادر الخطورة فيه والسؤال اللي يمكن كتير من جمهور النادي الاهلي بتسأله مناطق النفوذ هتبقى فين؟ مين هيلعب فين؟ مين هيسجل حتى دي باسمه؟ ومين ممكن يتقلق فيه اول مواسمه؟ وخصوصا طبعا من الصفقات الجديدة اللي ضمها النادي الاهلي مرة طبعا مرة تانية براحب شريف سالم محل الفني وضيفنا في السادسة اهلا بيك يا شريف اهلا وسهلا طيب نخش في الاهلي بقى ونتكلم اكتر على مميزات الفرقة في شكلها الجديد اه وشكل الاداء اللي انت بتوقعه من بداية الممبارات الالطلاية ونحاول نربط كمان ما بين العيوب اللي احنا هتكلمنا عنها في فرقة الجيش والميزات لها تلاهلي وزي نستغلها اه بالزبط فلو بدأنا بالصور اللي موجودة معنا فيما يخص فرقة النادي الاهلي او الفيديوز هنلاقي ان تقريبا في المشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها فرقة الجيش اللي هي مثلا المساحة اللي دائما تقوم وجودة وراء الباك ليفت او الباك رايت هنلاقي ان النادي الاهلي عنده ميزة كبيرة اوي سجل منها كتير يعني الناس حتى اعتقد عالج في ذهنها اوي فكرة الجول اللي دايما ما بين عمر الصلاية او قفشة واحسين الشحات طبعا فهل احنا بقى كنادي اهلي هنقدر في مورات الجيش نعمل ده لو حققنا بتاعنا نحنا نقدر نسحف فرقة الجيش نخلق المساحات هنلاقي بقى المساحات دي موجودة طب ما نحاول بقى نشوف الفيديوز طب هو النادي الاهلي لما بيلاقي المساحات دي بيعمل ايه الفترة الفاتت دي شايف انها فترة كافية انه الاسماء اللي دخلت على السكوارد الجديدة تنسجم تفهم طريقة لعب مستر موسيماني من يعرف يستخدمها او يوظفها الاستخدام الامسل فيه شوت كبير جدا هيتقطع في القصة دي اللي هو ان ميكي هو لعب مع مستر بيتسو موسيماني قبل كده تمام وتعو نفس الحكاية وتعو نفس الحكاية فدي شوية هتقرب المسافات ما بين المدير الفني واللاعب الداخل الجديد علشان هو بيبقى سمع الانستركشن سدي من الراجل ده قبل كده اكتر من مرة فهو بيبقى عارفها الجزء الثاني هو فيما يخص اللعبة واحنا يعني لو يتكلمنا عن الجزء الامامي في النادي الاهلي او الجزء الهجومي هنلاقي ان تقريبا اللعبة اللي عندنا بيميزها جدا الجيم انتليجنس او زكاء اللعبة زكاء اللعبة ده بيسهل عليك انك تقدر تعامل مع لعبة جديدة بتدخل السكوارد محمد مجد يابش ممكن يكون اهم ميزة عنده الناس بتشوفها الزكاء نفس الكلام بالنسبة لحسين ونفس الكلام بالنسبة لمحمد شريف فاعتقد الموضوع يبقى نسبيا سهل على اللعبة اللي دخلها جديد في الاسكوارد انها مش هيبقى عندها مشكلة بمناسبة الاسكوارد عايزين برضو نضيف نقطة تانية انه طب ليه النادي الاهلي دعم في الاماكن دي وهو عنده لعبة سوبر ستورس لانه علشان تكون فريق كوي زي ما حرك لسه قيل تشيل بقى الاخدر واليابس قدامك وانت ماشي لازم يكون عندك دبث في الاسكوارد بتاعك او عندك عمك في الاسكوارد عمك يعني انا مثلا لما هتكلم عن حسين الشاحات فانا بتكلم عن طاو لما بتكلم عن كهربا وطاهر فانا بتكلم عن ميكي لما بتكلم عن افشا فانا بتكلم عن افشا وميكي وطاو واحمد عبدالقادر كل دول ممكن يلعبوا او يدوروا في نفس المراكز دي في الملعب بالزبط هو ده العمك بقى بتاع الاسكوارد ان انت طول الوقت بتقوم بتطمن انه حتى لو انا عندي مشكلة في لاعب لقدر الله تصاب ما بتقصرش على مشواري اه ما بتقصرش على مشواري لان عندي لعيبة كمان بكفاءة عالية موجودة في نفس الاماكن موسيقى 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 شكرا